السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا له يوم العحد 26 أيار مايو القمر اليوم موجود عندنا في برج الجدي طبعا استقر تماما ورح يظل لغاية مساء يوم الغد الاثنين الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعديها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة ساعة ذابح وهي منزل إلى العلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة 2 و34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعديها لمنزلة ساعة بلع وهي منزل إلى العلاج والفراق اتلاف الأموال والحرية وبما أن القمر موجود عندنا في برج الجدي معناته اليوم نصبح أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لألنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية وأن نعتمد على وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بمسائل تتعلق بالضريبة أو بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أو هي زاوية وحيدة اليوم موجودة عندنا وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثير هاي الزاوية بيبدأت تقريبا من ساعات الظهر وبيستمر لغاية صباح اليوم التالي بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نهتم فيها بشكل كبير وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب طبعا لا تصلح لإجراء العمليات الجراحية لإلها ولكن في حصات عمليات صغرى أشعة مراجع الطبيب أخذ علاج لإلها ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية الأعضاء هي الأكثر حساسية اليوم عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجوه جهاز التوازن طبعا زي ما حكينا بما أن الجلد والشعر معناته هنا منحكي أنه عمليات التجميل أو الحقن أو الجراحة اللي تتعلق بالوجه وأيضا إزالة الشعر بالليزر ما مننصح فيها أيضا خلال هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي لا يصلح للصبغ الكيميائي يصلح للحنة مثلا ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم يوم الغد الاثنين الساعة ثمانية ودقيقة بيبدأ بتوقيت جرينج مساء وبيستمر لغاية الساعة ثمانية وأربعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر انحصار المحدد عمر ثمنتعشر يوم في تمام الساعة سبعة وسبعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بصير تسعة عشر يوم أو نبدأ باليوم التسعة عشر نسبة الإضاءة ثمانية وثمانين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد اليوم بنسبة مية في المية القمر في الجدي حتى يوم سبعة وعشرين خمسة منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة ستين في المية عطار في الثاور حتى يوم ثلاثة ستة سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17 ست سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 9 ست سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبع سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدولو بيتراجع حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة طبعا ما بينفعكم اليوم لا العناد ولا التحدي ولا المغامرة ولا المجازفة حتى لو اشتدت الضغوط حاول إنك تبرر عملك ويظهر مهارتك ما ممكن تكون الظروف شوي معقدة أو صعبة ولكن أنت طباعك اليوم برضو يعني وأفكارك بتكون مشتتة وعصبة نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لبعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا ما تجعل أي شيء يحبطك لأنه اليوم التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة بترتفع المعنويات بتطمئن خواطرك نسبيا وهي فترة مناسبة للدراسة للامتحانات للسفر لورشات العمل للتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أوراق ومعاملات تتعلق بسفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بمصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم مش إنك ما تتشبث بمواقفك المتصلبة بل كن مرن ومبتسم ناقش بليوني وبدبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة طبعا اليوم ممكن تهتم بمسائل تتعلق بنك ضريبة تأمين أموال لإلك مواضيع قديمة يعني كل الأمور تتعلق بالأشياء اللي في شريك معك فيها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر اليوم موجود مقابلكم تماما فإذا بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء شراكات العمل أو شراكات العاطفة أو ما بين الأزواج ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن شوية تكون متوترة لأنه بما أنه القمر موجود مقابلك معناة طاقتك ضعيفة شوي وسهل استفزازك فبدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا المسؤوليات كبيرة فعشان هيك بدك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على العمل وعلى الصحة فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم اليوم في عندك كثير من الأعمال والالتزامات ركز على العمل الضروري والمهم ثم انتقل لعمل آخر مع هيك عندك قدرة على إنجاز قسم كبير من أعمالكم لأنه عطارد سعيد بمكانه فعشان هيك بعطيكم طاقة حماسة للحركة والنشاط أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم هذه فترة فيها عمل جيد وأكثر بتكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل أو بعض موليد برج الأسد ينشغلوا ببعض الأمور الصحية أو الرياضية أهم شيء أنك ما تدخل بأي مشاحنات مع المعاونين أو الزملاء بالعمل برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم ممتاز جدا للتقارب من الأحبة من الأبناء ممارسة هواية الاهتمام بالذات وأيضا مناسب لنشاط فني هذه فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو أنك تحاول ترتيب بعض الأمور فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر في البيت الرابع يعني بيركز على البيت وعلى العائلة فبتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تكون مضطرب أو مرهف الحس حساس شوي فبدك تضبط أعصابك عشان هيك لأنه ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة فبدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة اليوم في أعمال وإنشغالات منزلية يعني كثير وممكن يكون في أعطال أو أشياء لها علاقة بالترتيبات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بما أن القمر رح يكون عندك في البيت الثالث إذن اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر وعنده قدرة على الإقناع عالي جدا وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها بمشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي على أغلب المكاسب المالية بتيجي من عمل إضافي أو هدية أو جائزة أو ممكن تحصل على أموال بتعود لك وكان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما الكواكب طبعا بتدعمك لأن بما أنه معظم الكواكب في الجوزاء معناته بتدعمك بشكل جيد بتسهل عليك بعض الأمور أهم مش أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي وقلل من مصاريفك برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تبحثوا عن أي شيء جديد اليوم عشان ترفع عن نفسك تغير نفسيتك تنطلق أو تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات لأنها هي بداية مرحلة جديدة بالنسبة لألك وتعتبر من أفضل وأسرع فترات الشهر ادخل التنويع لحياتك الشخصية اليوم بيحملك انفراج وتسوية وممكن خبر كنت بتنتظره برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتشعروا بالتعب بنال منكم القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك ممكن تشعروا أنه ما عندكوا رغبة لمواجهة مشاغلكم ولا لإنجاز بعض الأعمال حاولوا أنكوا تعملوا بشكل روتيني حاولوا أنكوا تخلدوا للراحة ما تبادروا بشيء جديد يعني بشكل روتيني بدون قرارات وبدون مبادرات حاولوا أنه تمضوا هذا اليوم ويوم الغد لغاية ساعات المساء لا يوصل القمر لعندكم لا يعني تتحسن الأمور فعشان هيك حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك وما في داعي لأنك تحزن أو أنك تخسر صفقة تجارية بسبب التسرع برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين ممكن تنجح في حش تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف وممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك اليوم الأجواء الاجتماعية هي اللي ممكن تحصل منها بعض المكاسب أو ترفي فيها عن نفسك ولكن حاول قدر الإمكان أن الأعمال الضرورية والمهمة أنك تنجزها اليوم واتممها لأنه زي ما ذكرنا في مساء يوم الغد القمر رح يوصل لبيت المتاعب فتبدأ فترة يعني سلبية شوي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر